هو، كابتل الفاتح. مبروك طبعا نجمنا ونجم النادي الأهلي السابق ببارك يا بوكبات المبروك ليك. ومبروك طبعا لنادي الأهلي ومجل صدرته و المجل صدرته. لا مبروك. كل الناس اللي تجدئ... واعضاء لنادي الأهلي والجهاية التام للعيبة لنادي الأهلي ووحب كل نادي الأهلي بصراحة premi شتكلين نهاردة. المواجد جده حتما تدويج ده من فترة جبيرة جداً و لكن هو ب於 بстра يمكن تسليم ال habili lign minimumaui هو ده بكس اللي عمل رونة جميل للاحتفالات جميلة هل يا كابتن حصول على طولة الدوري بدري بيخلي الناس تنسى شوية ان بعد سبع ماتشات او خلاص او في نهاية الموسم تبقى الامور هدية شوية يعني فيه فيه ناس يقولك ايه طب لما الموسم بيخلص في اخر ماتش الفرحة بتبقى اكتر لكن النادي لاها للنهاردة واخد البطولة قبل الموسم ينتهيب سبع اسابيع كابتن فتح ايوه ده كابتن اللي اتبتقوله صح ومين في مصر كل ما كانش عارف النادي الاهلي بطل الدوري العام من يعني قبل ما انتهيب سبع اسابيع كل مصر عارفه كل اشتاك النادي الاهلي وكل الدنيا عارفه النادي الاهلي بطل الدوري ولكن طبعا اتحاد الكرة كله وجهة نظر بجنة الخماسية فيه تسليم الدرع فيه نهاية النهاردة مباراة طلق الجيش والعمل النتيجة كويسة النادي الاهلي ومبروط النادي الاهلي وكانت احتفال يا جميلة ودي ممكن الناس بس بتحس بيها بتحس بيها بتعم الدرع ممكن كان مفروض ما يتسلم مثلا من سبع اسابيع يعني قبل دوري ما انتهيب سبع اسابيع فهي زي ما كنا بنحصل قبل كده يعني خلاص الاهلي يقلم رسميا المباراة اللي بعدها على طول كابتن بتبقى المباراة اللي بعدها خلاص يعني الناس بتحس بقيمة بقيمة البطولة في هذا التوقيت ولكن دلوقتي هو بيسلم الدرع ولكن الناس عارفة كلها ان الاهلي بطل الدوري من فترة كبيرة طب كنت خلينا كلامك حذلك واحد من طبعا المدربين اللي اخذ بطولات مع نادي كمدرب كمان كبتنفتحي يعني فكرة صعوبة البطولة يعني البعض يرى الموسم ده بالنسبة لنادي قال اخذ البطولة بمتاز سولى يعني كلام كتير لكن في صعوبات عشان تقدر تاخد بطولة في صعوبات انت كفريق وجهاز فني وقداره بتمر بيها كبتنفتحي لأ بص يا ركت محمد يعني برضو انا اتتلم بوقع محدش جزع مني مم هو كان فيه منافسة السندي يعني خلينا برضو بنتكلم مع احترامي لجميع الانبية احترامي لجميع الانبية ولكن ما كانش فيه منافسة خالص النهاردة بترتيب الناجي الاهلي التاني فرق بينه ومن الناجي الاهلي كان بانط ممم يعني حاجة وعشرين بانط بشكده صحيح صحيح كبتش حاجة وعشرين بانط النهاردة بتحس 89-68 صحيح أه تحس بتعمل منافسة إذا كان هناك فرق بنته بنتين تحس بتعمل منافسة ولكن إذا كان النادي الآلي متقدم بـ 22 بنتاته أو 22 بنتاته أنا ما فيش لذة منافسة يعني انتقعد نادي الآلي بطل دوري النادي 9 اللي بعدين ويخصش بطولة الأسطال الأفريقية أو الكمفوترالية ده الهدف ولكن نادي الآلي كانت تيرتياحية من فترة المقصودة كابتن فتحي اللي أنا بتكلم فيه وإن حتى أكيد هتبقى متفاهم اللي أنا بقوله عشان إحنا يعني موجودين في النادي واحد يعني في حتى ملوقات إن انت كنادي أهلي انت بتتعب وبتكتهد ملكش دعوة بالغير بقى هو بعيد عنك أو مش بعيد عنك انت بتشتغل وده المجهود وده التعب اللي انت بتتعبه قصدي داخل النادي أو داخل نفسك يعني لا هو النادي الآلي متحوض على كده النادي الآلي حتى لو خذ البطولة قبلها بسبع أسابيع كفروق النادي الآلي دائما عنده نازع تلفوز والنهاردة بيعمل ماتش كويس والنهاردة بتفوز بنتيجة كويسة جميل فالنادي الآلي هو النهاردة من سبع أسابيع إن هو كان خلاص ضمن البطولة كانت النتائجة تبقى وحشة على أول أداء كويس لعبة مركزة الجاز الفني مركز كويس أو النيني الموسم ده حاجة زي كده فده ده حاجة سمة من سمات لعب الناج الآلي وجاز الناج الآلي ودايما اللي بيشتغل بيشتغل إن هو في آخر مباراة يعني بحسن البطولة في آخر مباراة النهاردة صحيح